من الناس والخطباء والوعاظ يعلمون الناس الخشوع وهو أصل من أصول الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام من أول ما يرفع والناس تظن الخشوع ما هو ما هو الخشوع؟ مرة الجاي جيبون لسماعة أخوان جيبين لسماعة لحظة جايد فالخشوع جايد خشوع حين علمنا الوعاظ والمشايا كيف كان الخشوع؟ كيف كان الخشوع؟ عندهم الخشوع يدير بالك حضور القلب في الصلاة كل من تعلم ومن علم علم الناس أن الخشوع حضور القلب في الصلاة لأنه أنا بصليه مش خاشع مش يكالكون؟ إنما ما هو الخشوع أخوان أحسن تشعر الخشوع عمل الجسم أولاً فكما قال الله تبارك اسمه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فكيف تكون الأرض خاشعة؟ في صورة أخرى في الحج هامدة فقال الله هامدة خاشعة خاشعة هامدة قال الله خشعت الأصوات أبصارها خاشعة كيف يعني أبصارها خاشعة؟ فالبصر المحدق المحملق هذا ليس خاشعة اللي عينه مكسورة هذا بصر خاشع صحيح؟ فمتى يكون بصرك خاشعة؟ فإذا رجل يعني حدك وحملك في شيء ما خشع بصره؟ فلما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لاحظ هذا الغض باب من الخشوع من خشوع العين فليه؟ يغضوا من أبصارهم غض الشيء يعني غض منه قلل منه فالله ما قال لك أغمض هو لا يريد لك أن يعني ترى الباطل والمنكر فتحدق وتحمل ايب؟ ايب يعني في هذه الأمور تكسر العين فلما قال وأمر أن نخشع في الصلاة لاحظ حضور قلبك في الصلاة وعقلان ما تفعل في الصلاة شيء والخشوع شيء الله الخشوع أن الصلاة أصلا أخوانا فيها ركوع وسجود والسجود رأس التطام قال لا أخوانا يعني هل تعلم مذلة أكثر من السجود؟ أن يأتي رجلا عزيزا شريفا فيهوي من قيامه فيجعل أعلى وأكرم ما فيه جبهته على الأرض؟ هذا يعني أذل ما يفعله الرجل بين يدي ربه واضح أخوانا؟ فالصلاة كلها تسليم وتذلل لله حتى أنك إذا انتهيت قلت اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام هذا ماذا يعني؟ أنني مسلم لا أحارب لا أحارب رب البتة فأنت إذ رفعت قلت الله أكبر هذا تسليم منك أن الله أكبر لا يحارب ولا يقاتل ورفعة يديك شيك بيقول أخوان؟ شيك الناس إذا أسلمت واستسلمت وسلمت شيك؟ فأنت هذه الصلاة فإذا ختمت ماذا قلت؟ اللهم أنت السلام ففعلك هذا كان استسلاما وتسليما بالشواهد أنني أسلمت وسلمت وسجدت وتذللت وخضعت وخشعت فلا ينبغي أن تأتي يعني الحج ليس من أعمال الخشوع ولا الزكاة الصلاة فرض الله فيها الخشوع فلا ينبغي لعبد علم الصلاة وما فيها من الركوع ذلا والسجود ذلا ثم فلما قام في الصلاة قام كالسيد للسيد هكذا شيك؟ واضح أخوان؟ حتى نهينا أن نتخصر في الصلاة تخصر ما تضع يديك على خصرك لأنه هذا مش وقفت يعني تذلل ولا لا أخوان؟ يعني لما الرجل لما المرأة تقوم لزوجها أو لجارتها مش بتضع ذيها على خواصرها وبتبدأ يعني تصيح هذا ليه الكلام أخوان؟ بينما إذ فعلت هكذا وهذا الثابت هذا اللي يروع عن المذهب المالكي لا شيء باطل كله ولو ثبت عن مالك ماذا يعني الناس؟ حتى لو قال مالك إما أن مالكا قال عن نبي الله عليه الصلاة والسلام فنأتي بالسنة وإن لم فلا حجة فيها بدليل أن تلاميذ مالك على رأسه الشافع لم يقول به والثابت المتعين اللازم أن نصلي كما صلى نبي الله وعليه الصلاة والسلام كما حكى أصحابه كان يضع يمينه على يساره على صدره في الصلاة تفقنا؟ وهذه القومة هكذا فرقوا يا أخوانا بين الوقفة وبين القيام العرب الدائن الناس كلهم يقولوا واقف لا قائم هذا الذي يقوم على رجليه قائم ولا واقف؟ قائم أخوان الواقف ضد المتحرك والقائم ضد القاعد فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد ما بيقول صلي واقفا ما فيه ما فيه ما فيه هل في يوم عرفة النسو كيف تفعله؟ الوقوف بعرفة طب ما كنا جلوس فنحن نقف بعرفة قاعدين أو راكبين أو متجعين أي وقوف هذا؟ فواضح قوانا؟ فأنا تكون تفعل شيء بقول لك كف أي لا تتحرك كما قال الله قفوهم فقد يوقفون قد يوقفون جثوا قفوهم قال الله وترى كل أمة جاثية فكيف نوقف ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فكرة كيف وقفهم بالمعزة جاثين فتقف جاثيا كيف ولكن لا تقوم جاثية واضح؟ واضح قوانا ففرقوا بين هذا فلما النبي نهانا أن نشرب قائمين ولا واقفين؟ نهانا أن نشرب قائمين واضح؟ فلو شربت واقفا لا بأس عليك ولكن لا تشرب قائمة واضح؟ إذا شربت واقفا لا بأس عليك لأنه أصلا صعب أن تشرب وأنت متحرك يعني رأيتم رجلا يشرب وهو يعني يتقفز أو يتقلب أو يتشقلب أو يجري الرجل هكذا يعني يقف فاشرب ولا لا أخوان قد يشرب وهو ماشي إنما إذا شربت وأنت واقف فلا بأس ولكن لا تشرب قائمة واضح؟ بسند حسن عن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم من يشرب قائما ما في بطنه لتقيأ شوف الحديث بسند حسن فقال العلماء يجوز الشرب قائما أنا مش فاهمه يعني دي أقول كما قال أبونا إبراهيم إني سقيم حلني كيف يقول عليه الصلاة والسلام بسند حسن لو يعلم الشارب قائما ما في بطنه لستقى فقال العلماء جائز قالوا هي كراها على التنزيه يعني هذه كراها على التنزيه قلنا لهم جيد نتنزل معكم على التنزيه من منهم تنزه عنها شوف تقولوا كراها على التنزيه طب من منكم تنزه كلهم الآن في المتنزهات في تنزهة يعني متنزهات المخالفات ما في لعلنا قلنا هذا من جهلنا في علم الأصول شيء طب ابن تيمية ابن تيمية من علماء علماء الأصول قال الشرب قائما حرام مش قال أنا لا يعنيني ماذا قال أنا أردهم به واضح فإن ردوني أنه أنني لا أعلم الجمعة بين الأحاديث والتوفيق بين الأحاديث وهذا رجل ماله يعلم كل ما قالت المذاهب الأربعة وردهم وقال بالحرمة عجيب طيب كبروا الله كبروا الله عفوك فأنا كنت في الخشوع هذه لزاما فإذا قمت في الصلاة فاخشع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أذكر أن كل من درسنا ونحن صغار ونحن كبار كانوا يوحون بالكلام أن الخشوع في الصلاة حضور القلب فيها ولا لا قلوا لأخواننا أن هذا فلان مش خاشع في صلاة بدليل يرون حديثا معلّ السند أن النبي رأى رجلا يصلي ويعبث فيه لحياته وأطرافي قال لو خشع هذا لخشعت أطرافه أطرافه ولا يصح أصلا للسند ضعيف ولكن قولهم لو خشع هذا لخشعت فهو يريدون أنه لو حضر لحضرت ولكن الخشوع كما في الكتاب أبصارها خاشعة كيف البصل الخاشع؟ مكسور خشعت الأصوات للرحمن صادحة واضحة جليا رنانا لا تسمع إلا همسا هذا الخشوع فإذا قمت في الصلاة تريد بها السجود والركوع والتذلل لله فاخشع فكيف تخشع كما قال الله وترى الأرض خاشعة كيف يعني ميتة هامدة كيف يعني ميتة فتقوم في الصلاة عينك حتى الجسم وجب أن يوحي وأن يشي بخشوعك في اللي بيقف هكذا متصدرا كالمقاتل أي تكبير وتسليم هذا كيف يدخل لله أي خشوع واضح الرجل اللي بيقف وهو يعني يحملك في السماء الخاشع لا فعله هذا الخاشع ايتي برجل عبد ادخله على سيد جبار ادخله رجلا ضعيف القلب ضعيف القلب على رجل جبار كيف يدخل بيكون خاشع لا قادر يرفع عنه فيه ولا ولا قيامه بينه وبين هذا الملك الجبار قيام الند للند ولا العزيز للعزيز فلما أمرنا بالخشوع في الصلاة فالخشوع عمل الجسم واضح اخوان القلب عليه أن يؤمن وأن يحضر الصلاة الخشوع ما شهد به الكتاب جيد وآتوا الزكاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر